تعال نشوف نتائج طبعاً الاسبوع الـ 24 أستون فيلا خسارة أمام الأرسن كانت مباراة رائعة يعني مباراة برضا هتكلمك فيها تشيلسي خسارة وكمان تشيلسي في موقف صعب جداً والخسارة من أعتقد آخر ترتيب الجدوى لو هو ساوس هامتون متزايد ساوا متزايد 1-0 إبرتون بيفوز على ليدز يونايتد 1-0 نواتين هامفورست 1-1 أمام المين سيتي في مباراة خارج التوقعات بشكل كبير جداً وولفرل هامتون بينهزم أمام بونموس 1-0 نشوف بقية النتائج بريتون هزيمة أمام فول هام 1-0 برينتفورد تعادل أمام كريستال بلس 1-1 نيو كاسل هزيمة أمام طبعاً ليفر فول 2-0 والمان يونايتد استمرارية لنجاحات كبيرة جداً لهذا الفريق بعد كاس العالم كمان وفوزه 3-0 على ليستر سيتي وتوتن هام فوز مهم جداً لتوتن هام على وست هام 2-0 عايز أخذك ليه يعني الأرسنال الأرسنال مباراة قوية جداً وقدر يفوز في البلاس 90 يحرز هدفين وكانت مباراة بنسبة له مباراة مهمة جداً على مستوى التنافس مع مانسيتي مع مستوى مانسيتي في اللقب أسطن فيلا عمل ماتش هايل جونين واتكنز وكوتيني ومالعوبين جداً ماتش من بين أمتع ماتشات الكورة اللي الواحد شافها السنة دي في البريمير ليج وبرى البريمير ليج كمان يحسب بقى الأرسنال أنه هو في الوقت اللي فيه أزمة ثقة كبيرة بعد الخسارة من منشستر سيتي وفي وقت الملاحقة أنه ماتش ده يحصل يعني دي الماتشات اللي تقولك أن الفريق ده قادر فعلاً أنه يكمل شوية في المنافسة مع مانشستر سيتي اللي هو مشهور أنه هو صاحب أطول نفس في الدورة الإنجليزية صحية الأحكام كانت يعني ممتعة جداً في الماتش الحكم أنه على جورجينيو أنه جورجينيو خط نص الأرسنال باسفة جورجينيو يجيب الجون في ديئة 9-9-9-9-9-9-9 جون طبعاً في نسبة توفية عالية جداً عشان كرة خبطت في مارتنيز وهي دخلة يعني بعد ما ردت من العرضة ردت في دماغه ودخل الجون مارتنيز عامل إيه بعد كس العالم جميل والله وصولنا مش عايزين منه حاجة تهني يعني مش عايزين منه حاجة تهني يعني مارتنيز عامل إيه بعد كس العالم مش ممكن لا 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 هو مستوى مش هو هو بس هو بالنوعية الحراس طبعاً إمليانو يعني مستوى ممكن يوصل من 75% 100% بالشحنة إنه تشحن ويبقى عايز البلد مشدود يعزي بقى مشدود فهو ده ما بيحصلش في ناديزة أسطنفيل هو عايز منتصف جدول عايز مركز كويس هو دلوقتي في المركز الحداشر قريب للمناطق هو عارف إنه دايما هو الحارس الأساسي المنتخب الأرجنتين الخمس ست سنين اللي جايين ومحدش هيزحزحه من المركز ده بالذات بعد اللي حصل في كس العالم فهو يعني مش أنا ما بشوفش إمليانو من الحراس كلاس إيه أصلاً يعني هو مش من الحراس كلاس إيه في الكورة هو دلوقتي يعني أحسن ثلاث حراس في اختيارات الفيف فرو من الكلام ده مركز العالم بس هو كمستوى حارس إحنا بنقولش إن إمليانو ولا حد حتى اللي بيحبه الأرجنتين ولا المبسوطين إنه ميسخ كس العالم بيقول إن إمليانو هو واحد من الكلاس إيه في العالم كحارس مرمى تسعين دي هكنا حابينه في كاس العالم بس خلاص كافة الخير آه كافة الخير عمل عليه وخلاص طيب يعني نتكلم كمان على المان يونايتد المان يونايتد بيقدم كورة ممتعة الحية وبيقدم نتائج رائعة إيه اللي حصل للمان يونايتد بعد عودة من كاس العالم وتنهاج بيحقق خلاص الناس باد تطمع النادي لديت ممكن طمعانة في البريمير ليج وبيقرب بشكل كبير جدا يعني يعني مانشستر رونايتد كان عنده أزمة قبل كاس العالم وهي ملف رونالدو بكل حاشية ملف رونالدو بالتصريحات بالرحيل بكل ده الملف ده زلزل زلزل النادي يعني مش بس يعني هو كان ممكن النادي فعلا براحيل رونالدو أو غير راحيل رونالدو يقع جدا لأنه لاخلت في مشاكل بين أعضاء الإدارات بين أعضاء الإدارة فوق مع بعض والأزمة دي لما يعني الأزمة التسويقية الكبيرة اللي حصلت هي السبب أن مانشستر رونايتد عالد أسهم اللي بيعون فيه إدارة قطرية ممكن تاخده يعني مشكلة كبيرة جدا مشكلة كمان أن تنهاج كان مع اختبار حقيقي لقوطه في قط اللبس الراجل ده عارف يطلع من ده بتصريح التصريح اللي قاله لما تسأل أنا بتشوف أن ده تصريح هال جدا بعد كاس العالم من خلص هو بيتسئل عن راشفورد أنه جاب 3 جوان في كاس العالم قال لا راشفورد معدله مش كده أنا مستني من راشفورد بعد كاس العالم أنه هو يوصل لمعدل أرقام تاني خالص 3 ماتشاط راشفورد كمان دلوقتي راشفورد جاب من بعد كاس العالم 20 جون متفوق على ميسي متفوق على نمار وعالم كبير لا لا هو لعب تقيل دلوقتي خلاص راشفورد تخلص تماما من كل نواقصه الشخصية والتكتكية والفنية وحاليا راشفورد بيقدم نسخة الواحد من أفضل الأجنحة في العالم صحيح بدون منازع وساعات أنت بتحس شنون يعني بيلعب شادو سترايكر بيلعب رأس حربة بيلعب جنحة هو ده راشفورد من الحاجات اللي بفتكر فالفيردي فالفيردي فيه أنه كان عايز يجيبه من إنجلترا صعب ما كان في برشنوه صغير لأنه لايب ده بوتينشيال جدا آه ضيع كتير هو كان عنده مشاكل حتى من أن تحسه مهزوز في بعض الأحيان ومش قدت شيرتلمان يونايتد والحاجات اللي كان بتقال عنه دي ولكن دلوقتي دلوقتي راشفورد بيقود يعني العنصر اللي لو تشال فعلا من منشستر رونايتد منشستر رونايتد ده يتأثر تأثر جزري هو راشفورد والتصريح اللي قاله تنهاج خلى راشفورد يشعر النهار ونالد يعني راشفورد الأول لما حس إن المكان ده فضي وإن أنا فنيا أنا عندي 22-23 سنة مؤهل المكان ده أنا واحد من أهم اللعبة في كاس العالم اللي فاتت مع منتخب إنجلترا أنا على المستوى الكرة والعالي أنا بأثبت إن أنا فالتصريح ده أنا بتهالي هو السبب في تغير شكل منشستر رونايتد خالص السنة دي لأنه لما راشفورد يجيب من بعدها 18 جون وبن أول الموسم جايب 5 جون فده يقولك إن المدارب عمل حاجة في الحتة دي في الوقت ده في حاجة نفسية حصلت بره الحتة الفنية اللي إحنا ما كانش عندنا اختلاف إنما تشستر رونايتد دعا تنهاج بيقدم كرة ممتعة وعنده حلول عنده أشياء حتى لما كان رونالدو موجود ولكن ثقل رونالدو في قط الليبس كان مخالي العيبة دي مكتومة يعني ده ده أحنا بيحصل إن التضخم إيجو العيب على مستوى يعني هو عمل حالة من الضبابية داخل قط الليبس عمل حالة من التوتر للإدارة حالة من التوتر مع الموديل الفني فكل ده بيأثر بشكل سلبي وحقيقة مجرد رحيل كريستانون رونالدو وكأن المان يونيتد بقى فيه نسخة جديدة اللي تنهاج تنهاج قادر على المنافس على البطولة بطولة آه عادي يعني دلوقتي خلاص رقميا موضوع ما بقاش صعب أرسن الممكن نفل على الناس كلها لو كسبوا المرش المؤجل يعني لو كسبوا المرش المؤجل دي الحسابات تانية لو أرسن رجع خد فرق خمسة بونت تاني أنا بشوف يعني فيه حاجات كتير قوي يعني ممكن تتحسم لو أرسنال خد فرق الخمسة بونت بس المشكلة اللي هو دي يقدر يخسرهم دوقتي في أي وقت مش شايف فيه بعض الحاجات ملامح كده تقول هي عايزة الأرسنال يعني تعادل المونتينجام دي بعد ما هو يكسب بعد ما يكسب الستي صح؟ يعني فيه حاجات كده تحس أنها عايزة الأرسنال يعني مباراة مباراة نوتينجام مع المان سيتي المان سيتي متسايد وفيه أهداف بالجملة بعد وعد صف فيه أهداف بالجملة وفي ديئة تقريبا حاجة وتمانين هدف التعادل هاخد من دي وبعض الناس بتقول هو رياض محرس فين بعد ما كان متقلق كان فيه اعتراضات كثيرة جدا على بيب جارديولا من هو قعدوا على ديكة البودلاء في مباراة مهمة زي دي وكان محتاجوا على مستوى الهجومية أنا شايف بدأ جارديولا تشتت شامبيونز ليج يعني أولا ما دور الستاشر بيبدأ جارديولا بيتشتت هعمل إيه هلعب مين أنا هاخد وانا أقدر أخد شامبيونز ليج ففيه دي من نوع ضعف جارديولا النوقت ما دور الستاشر بيبدأ ومش مع ميسي يعني ما فيش ميسي في الموضوع بيبتدي يعني بيتوتر بيتوتر جدا وأنا بشوف الموضوع مالوش ده أنت عندك ماتش لايبز أكيد في المتناول بس التصريحات دايما كل تصريحات جارديولا ليه علاقة بحاجتين ولو يعني لو بيجي لعب مين هو بيتكلم عن حاجتين أسيتين مسألة الأندية اللي رفعت عليه اللي صعادت ضده في مسألة اللاعب المالي النظيف والنقطة التانية دورة أبطال أوروبا هو مش عارف يطلع من الملفين دول بقاله خمس سنين أن الناس بتقوله أنت بتجرب تجديدات مش تجربة عادلة بما فيك كفاية لأن أنت معاك فلوس كتيرة جدا وأنت مش مدرب كبير الطرح ده والطرح التاني أنت مش عارف تاخد شامبيونز ليج أنت مش مدرب كبير فهو لما يجب ده أدور السبتاشر المشكلتين دول بيتفجروا في دماغه فهو بيركز أوه في ماتش ده ماتش الأرسنال معين ماتش الأرسنال ده ماتش مخادع جدا ماتش منشستر سيتي وأرسنال ده أرسنال كان أفضل بكتير على مدار التسعين دقيقة ولكن منشستر سيتي عنده حاجتين مش قادر يتنزل عنهم القدرة تهدفها الفتاكة من بعد ما هالند وصل وبقى بديله جوليان ألفريز والنادي ده بقى بيعرف يجيب أهداف عكس كل السنين اللي فاتت ما بيخلق فرص كتير جدا ما بيجيبش منها السنادي بتتكلم على هالند وغطاله الحتة دي تماما والنقطة التانية الأساسية أنه ما بيتنزلش أبدا عن سياسة النفس الطويل أنا معك الآخر هتعصر قدام نوتنجهام تعال من بعد الأسبوع 30 أنا بأضمن لك أن من 30 ل37 يعني إضرب الثلاثة في السبعة